موسيقى عزائي طلبات وطلبات التعليم الصناعي اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقتنا في منظمة الجدرات للصف الثاني تخصص الزخرفة والاعلان والديكور احنا في الوحدة دي اخذنا دهانات الاخشاب الشفافة دهانات الشفافة على الاخشاب اخذنا فيها تكلمنا فيها عن المؤيسات اخذنا مؤيسة واحد اللي هي دهانة فيها ارضية صالة اجتماعات اخذنا الحلقة اللي فاتت ان احنا هندهن من ضادة اجتماعات بندهن عدد 15 من ضادة حسبنا المساحة بس ما حسبناش التكاليف هنشوف هنحسب التكاليف بتاعتها ازاي هنشوف هنحسب خماتها هنقول الخمات باللي احنا عايزينها خمات قد ايه محتاجين اوزان قد ايه من الخمات بعد كده هنحط تمن الوحدة ونعرف احنا هنعمل هنكلف الخمات قد ايه هنشوف الاجور هنشوف عدد الايام واجر العامل اليومي ونحسب احنا كام يوم هنشتغل فيهم او العامل هيشتغل كام يوم في المؤيسة ديت لحد ما يخلصها ونضربها في اجر العامل اليومي ونشوف كده الاجور يبقى حسبنا خمات حسبنا اجور هنشوف بعد كده اعمال اخرى مش مطلوب مننا اعمال اخرى يبقى كده ايه جبنا الخمات والاجور هنجمعهم ونطلع منهم الارباح ونجمعهم بعد كده الارباح مع جملة الخمات والاجور والاعمال الاخرى وبعد كده نقرب لأقرب رقم صحيح يبقى كده احنا هنبقى طلعنا قيمة المؤيسة تكلفها قد ايه طلعنا من صحتها نشوف بقى هنطلع تكلفها قد ايه زي ما احنا قلنا بأول حاجة في الجدول بتاعنا الجدول بتاعنا فيه بيانات بالعرض فيه بيانات بالطول فيه بيانات من الجنب التاني هو سهل جدا هو يمكن بياناته كتيرة شوية او خطواته كتيرة شوية بس هو سهل جدا ما فيهوش اي حاجة لو حسبناها بالتفصيل كده وحاولنا ان احنا نفهم هو بيتكلم عن ايه هنلاقيه سهل جدا اول حاجة احنا هنبتدي نحسب الخمات احنا زي ما احنا قلنا هو عبارة عن 3 بنود 3 عناصر مهمة جدا عندي في الجدول ده لو طلعت 3 عناصر الجدول خلص اول عنصر عندي اللي هو الخمات تاني عنصر الاجور بعد كده الاعمال الاضافية الاعمال الاضافية دي بيديها لي جهزة في المسألة او في المؤيسة لو هو طالب اعمال اخرى يبقى الاعمال الاخرى دي حاجة ايه مش متعبة قوي اللي فيهم شغل شوية اللي هي الخمات والاجور طيب الخمات انا بعمل فيها ايه الخمات باجي عند اول 3 خنات عندي في الخطوات بتاعتي في الجدول وبكتبهم زي ما هم بنفس بياناتهم من جدول المعدلات اللي هم مسلسل خطوات الدهان الوحدة الوحدة دايما بالكيلو مسلسل وخطوات الدهان باخدهم زي ما هم مسلسل خطوات الدهان الوحدة باخدهم زي ما هم من جدول المعدلات بحطهم في الجدول اللي انا بحل فيه اللي هو جدول حصر التكاليف طيب ايه الخانة الرابعة اللي عندي اللي هي الكمية اللازمة وزي ما احنا عارفينه قلنا الكمية اللازمة بتساوي المساحة على متوسط فرد الكيلو فين متوسط فرد الكيلو بجيبه منين بجيبه من جدول المعدلات يبقى المساحة على متوسط فرد الكيلو بحسبها لكل خطوة من خطوات الدهان واكتبها قدامها دي الكمية اللازمة طيب ايه الخطوة اللي بعد كده اللي هي ايه الخمات الخامات دي عندي هنلاقي خاناتها كتيرة شوية بس في كل خانة بشتغل خطوة واحدة بس اللي هي ايه الخامات بتاعتها اللي هي الخامات بتاعتي اللي انا هستخدمها انا هستخدم خامات ايه طب انا هجيبها منين الخامات انا مش مكتوبة في جدول المعدلات مكتوب في جدول المعدلات في تكرار ليها فيه سبداج مكتوب لي كذا مرة فيه الغيرة مكتوب كذا مرة طب انا هقعد اشوف مين مكتوب ومين مش مكتوب واحدة غلط لأ أنا بجيبها منين عشان أكتبها مرة واحدة بس ومغلطش ما بجيبهاش من جدول المعدلات بجيب الخمات منين بجيب الخمات من الأسعار الأسعار اللي بيديها لي هي دي اللي بجيب منها الخمات لأن هي دي اللي بكتب أسعارها وعلى أساسها بحسب الفلوس اللي أنا هدفعها أو التكاليف اللي أنا هتكلفها يبقى بروح للأسعار وشوف هو بيقول لي الغيرة بكام والسبداج بكام والصنفرة بكام والتربنتين بكام والكحول بكام يبقى هي دي الخامات اللي هو عايزها يبقى انا عايزة غيره وسبداج وتربنتين وكحول وجمالكة وورنيش دي الخامات اللي انا عاوزيها فباجي ابص في الاسعار واكتب في الخانة الرابعة عندي اكتب الخامات دي باكتب كل خامة لوحديها في خانة بقسم خامة الخانات الخامات بقسم الخانة بتاعتها لعدد الخامات اللي عندي عندي ستة خامات عندي سبعة عندي تلاتة عندي اتنين الكلام ده خدناه السنة اللي فاتت وعارفينه بس السنة اللي فاتت كنا بنشتغل على خمتين او تلاتة مشتغلناش على عدد كبير السنة دي طبعا دخلنا في اعداد اكبر شوية احنا كبير نبقينا في سنة تانية فاحنا ايه بعد كده بنجيب الخامات دي من النسب بتاعتها بنجيبها ازاي بنجيبها القانون بتاعها اللي هو الكمية اللازمة اللي احنا طلعناها منين الكمية اللازمة طلعناها من المساحة المتوسط فرد الكيلو تمام يبقى كده دي كده طلعنا ايه الخامات بعد ما طلعت الخامات ببتدي اجمعها انزل تحت بقى واقول جملة كل صنف جملة كل صنف انا بجمع كل الصنفرة اللي عندي وكل الكحول اللي عندي وكل التربنتين اللي عندي وكل الجملكة اللي عندي وكل السبداج اللي عندي كل الخامات اللي عندي بجمعها بس كل صنف لوحده ما بجمعهاش على بعضها اجمع كل صنف لوحده نركز في الكلام كويس عشان كلام ده ما ننسهوش خالص لما اجي حل المؤيسة نركز في الكلام اللي انا بقوله دول كل خامة لوحدها بجمعها على بعضها مش بجمع الخامات كلها مع بعض وبكتبها في ايه جملة خامات كل صنف بعد ما جمعت جملة خامات كل صنف بنقربها بنقربها ازاي بنقربها اللي هي قلنا عليها بنقرب اللي هو 4 بنود عندي في التقريب الاربع بنود دولة اللي هما ايه ربع كيلو اللي هو 250 من الف جرام نص كيلو اللي هو 500 من الف جرام كيلو اللي ربع اللي هو 750 من الف جرام والكيلو الصحيح اللي هو واحد صحيح ما فيش قدامه حاجة بعد العلامة تمام يبقى كده ايه قربنا يبقى بعد ما طلعته جملة خامات كل صنف قلت التقريب يبقى التقريب ده اخر حاجة عندي اللي انا ايه هبتدي اضربها في ثمن كل وحدة وهبتدي اطلع ثمن الكمية بتاعتين او ثمن الخامات بتاعتين ليه بقرب عشان انا لما بروح للبيع اللي بشتري منه الخامات ما عندوش نسبة من عشرة في الخامات لا هو بيبيعلي على طول يا ربع كيلو يا ربع كيلو يا كيلو هو ما عندوش نسبة من مية فاحنا بنقرب لأوزان اعرف اشتريها تبقى متاحة عندي بعد ما قرب جبت اسعار كل وحدة وكتبتها الاسعار منين مدهالي في المسألة اللي انا خدت منها الخامات اللي هحسبها فاخدت اسعار كل وحدة كل خامة وحطتها اسمها التمن الوحدة جيت بعد كده وقلت ايه تمن الخامات تمن الخامات عندي او تمن الكمية انا عندي وزن قد ايه اللي هو التقريب وتمن الكيلو الكام بدرب الوزن في تمن الكيلو اطلع تمن الكمية او تمن الخامات بتاعتي بعد ما طلعت تمن الخامات لكل خامة الوحدها اجمعهم كلهم على بعض دول اسمهم جملة الخامات جملة تكاليف الخامات انا هتكلف قد ايه في الخامات بتاعتي مبلغ كذا يبقى كده اول بند طلعته عندي اللي هو الخماد محتاجة اي تاني في جدول التكاليف محتاجة الاجور الاجور بحسب عدد الايام والاجر اليومي الاجر اليومي ده مدهولي جاهز مش هحسبه طب عدد الايام بحسب عدد الايام ازاي بحسب عدد الايام المساحة على معدل انتاج العامل المساحة اللي هطلعها او اللي طلعناها الحلقة اللي فاتت على معدل انتاج العامل معدل إنتاج العامل عندي بكام في كل خطوة من الخطوات أقسم المساحة ومعدل إنتاج العامل وطلع عدد الأيام طب عدد الأيام البنود بتاعته إيه برضو أو بنحسبه على أساس إيه نص يوم أو يوم أقل من 5 من 10 أقربه لـ 5 من 10 يبقى إيه نص يوم أكتر من 5 من 10 هقربه الواحد صحيح هيبقى يوم أضيفه على العدد الصحيح اللي عندي كده طلعنا عدد الأيام لكل خطوة من خطوات الدهان هنجمع كل الخطوات على بعضها عرفنا التوتل أو المجموعة الكل للأيام بتاعتي للمؤيسة اللي أنا هنهيها هنهيها في كام يوم طلعت الأيام كلها عدد الأيام كلها في كل الخطوات ضربتها في هو أجر العامل اليومي كده طلعت الأجور يبقى أنا طلعت أنا قلت عندي 3 بنود الأجور والخمات والأعمال الأخرى طلعنا الخمات طلعنا الأجور الأعمال الأخرى بيدهالي جاهزة الدهالي تمام مدهاليش يبقى خلاص أنا أحط مكانها شرطة وكده أجمعهم على بعض التلاتة بعد ما جمعتهم على بعض التلاتة اللي هم الخمات والأجور جملة الخمات والأجور والأعمال الأخرى بطلع منهم الأرباح طلعنا الأرباح اللي هي بيقول لي كام 20% نشوف هو بيقول لي كام هي مش سبتة العشرين مرة بيقول عشرة مرة بيقول عشرين نشوف هو هيقول أرباح قد إيه طلعنا جملة الخامات والأجور والأعمال الأخرى هنطلع منها نسبة الأرباح 20% بدرب في 20 على 100 لو أنا ما عنديش علامة المية جهزة يبقى بدرب في 20 على 100 أو بدرب في 20 ودوس على علامة المية اللي هي في المية دي بدوس عليها جهزة يبقى نضرب المبلغ اللي طلعلي أو الرقم اللي طلعلي في 20 على 100 نطلع الأرباح واروح جمعيهم مع بعض الاتنين يبقوا مبلغ واحد اللي هو اسمه جملة التكاليف جملة التكاليف بتاعتي دي التكاليف اللي أنا هكلفها للمؤيسة بس لو فيها كسر نروح مقربينه لو فيه كسر من 10 أو كسر من 100 نقربه يبقى المسمى اللي بعد كده عندي اسمه اسمه قيمة البند النهائي اسمه جملة القيمة النهائية اسمه التقريب أيا كان اسمه مش مشكلة دوت هتلاقي في الآخر هنقرب لأقرب رقم صحيح يبقى ما عنديش كده ايه ما بشتغلش بالمليم كل فلوسي بالجنيه ده كده جملة تكاليف المؤيسة على بعضها هي الجدول دوت سهل جدا بس هو نركز في ايه نركز فيه نجيب جملة الخمال ونجيب جملة الأجور ونجيب الأعمال الأخرى المسألة تحلت مجرد ما جبت الكلة حاجات دولة نشوف مع بعض المؤيسة المؤيسة اللي عندي طلعنا قبل كده المساحة فيه بيكان ب47 متر مربع طيب بنيجي هنا بناخد أول 3 خانات عندي من جدول المعدلات اللي هو ايه نمر واحد معجون غير طلقيت 2 صنفرة 3 بطانة 4 صنفرة 5 وجه أول ورنيج 6 وجه ثاني ورنيج وبناخد الوحدة سواء بالكيلو أو بالمتر ممكن بالمتر دي على أساس أنا بجيب الصنفرة اللي هي ايه الرول الطويل دوت فأنا مثلا هجيب المعجون ده بالكيلو هجيب الصنفرة بالرول الطويل بالمتر هجيب السيلر بطانة السيلر هجيبها بالكيلو الصنفرة بالمتر ايه وهكذا طيب باجي هنا المساحة اللي هي 47 بقسمها على متوسط فرد الكيلو لكل خطوة من خطوات الدهان قسمتها على خطوة المعجون وكتبتها زي ما هي ايه مش مشكلة مش بنقرب فيها خطوة الكمية اللازمة ما فيهاش تقريب انا بكتب اول رقمين او اول 3 ارقام من الرقم اللي عندي بكتب اول رقمين او 3 ارقام ما بقربش في حاجة تمام بقت ايه معجون الغيرة 11 و 75 من 100 الصنفرة 14 من 100 بطانة السيلر 3 91 من 100 الصنفرة 14 من 100 وجه اول ورنيش 5 87 من 100 وجه ثاني ورنيش 5 87 من 100 طيب الخطوة اللي بعد كده اللي هي خطوة الخامات الخامات بنشوف الخامات اللي انا هشتغل فيها قد ايه كام خامة بنجيبها منين زي ما قولنا بنجيبها من الاسعار فالخامات عندي سبداج وغيرة وسنفرة وسيلر وورنيش وتربنتين دي مديني اسعار كل خامة من الخامات فانا بجيبهم وحط الخامات قدامي هنا عشان هاجي بعد كده تحت واكتب تمان الوحدة زي ما عملنا قبل كده وتعلمنا السنة اللي فاتت واخدنا في الحلقة اللي فاتت هنجيب ازاي الخامات دي بنجيب الكلام اللي جوه ده او الارقام اللي جوه دي ازاي بضرب الكمية اللازمة في كل واحدة من الخامات دي طيب انا هنا عندي في معجون الغيرة بستخدم غيرة بستخدم سبداج وغيرة في معجون غراء طلقيت بستخدم خمتين سبداج وغيرة هتقولولي فيه ميا مكتوبة الميا ما بشتريهاش الميا ما بحسبهاش خالص لاني ما بشتريش الميا ما بروحش اشتري اربعة و خمسة كيلو مياه عشان هشتغل بيهم فانا ايه بحسب الخامات فقط ما بشتغلش على مياه خالص ما بحسبش مياه خالص تمام فاحنا اول حاجة معجون غراء طلقيت بس فيه خمتين اللي هم السبداج والغيرة السبداج محتاجة كم من عشرة سبداج محتاجة كم من عشرة غيرة مثلا سبع من عشرة سبداج اتنين من عشرة غيرة بضرب الكمية اللازمة في السبع من عشرة هنا ضرب مش اسمة الاسمة فحكتين اتنين بس الاسمة في الكمية اللازمة اللي هي المساحة على متوسط فرد الكيلو وفي عدد الأيام اللي هي المساحة على معدل إنتاج العامل دولة بس اللي بقى اسمهم لكن بضرب في ايه في الخامات بتاعتي اللي هي الكمية اللازمة في نسب الخامات دي ضرب يبقى نعرف الاسمة اتنين الضربة واحدة الاسمة في الكمية اللازمة وفي عدد الأيام لكن الضرب في ايه في الخامات يبقى هنشوف مع بعض معجون غراء طلقيت 11.75% في السبداج نشوف النسبة بتاعته كام هنضربه في الـ 11-75% طلع لي بـ 28-22% نفس الكلام في الغيرة السنفرة بيقول لي أكيد قال لي كيلو واحد يكفي فكيلو واحد يكفي يبقى 14-14 14-1-14 بطانة سيلر بـ 3-91% أنا محتاجة في البطانة سيلر سيلر وإيه وتربانتين هنشوف السيلر نسبة كام هنضربها في الـ 3-91% والتربانتين كام هنضربه في 3-91% ونكتبه تحت التربانتين زي ما قلنا كل خامة هتتكتب تحت الخامة بتاعتها ما تبشي السيلر عند الورنيش ولا عند الصنفرة ولا في أي مكان تاني السيلر تحت السيلر والتربانتين تحت التربانتين الورنيش تحت الورنيش وهكذا عشان خاطر كل خامة من الخامات ليها سعر غير التاني طيب في الوجه الأول ورنيش الصنفرة زي ما هي برضو كيلو واحد يكفي يبقى 14 في 1 بـ 14 من 100 وجه أول ورنيش أنا محتاجة ورنيش ومحتاجة تربانتين هضرب في النسب اللي هو مندهالي في الجدول وهتنزل زي ما هي وجه ثاني ورنيش قال كيلو واحد يكفي فـ 5-87 من 100 في 1 هتبقى 5-87 من 100 ورنيش يبقى أنا كده طلعت نسب الخامات بعد ما بطلع نسب الخامات بعمل إيه؟ بجمع الخامات اللي هي جملة خامات كل صنف أنا عندي سبداك حاجة واحدة بس هتنزل زي ما هي والغيرة نزلت زي ما هي الصنفرة عندي اتنين فجمعتهم على بعض السيلر واحد بس لكن الورنيش اتنين والتربانتين اتنين جمعتهم على بعض فكده أنا إيه؟ جمعت جملة خامات كل صنف هنعمل إيه الخطوة اللي بعد كده؟ حد يقول كده؟ هنعمل التقريب اللي هو إيه التقريب؟ اللي هو ربع كيلو نص كيلو كيلو لربع واحد صحيح أنا بحب عيدها كتير عشان ما نغلطش عشان نركز فيها طب نقولها تاني مع بعض ربع كيلو اللي هو كام؟ اللي هو 250 من ألف جرام طب 250 من ألف جرام اللي هو إيه؟ اللي هو لو أي حاجة أقل من 250 من ألف طيب بلاش نقول 250 من ألف؟ لو أي حاجة أقل من 2 من 10 هقربها 250 من ألف يبقى أنا هبص على أو الرقم بعد العلامة لو لقيتوا 1 أو 0 هقربه لـ 250 من ألف طب ما هو 2؟ خلاص نشوف اللي بعده 2 وبعديها إيه؟ بعديها 1 أو 2 أو 3 بعدها أقل من الخمسة من 10 يبقى نقربه لـ 250 يبقى أي حاجة أقل من 250 من ألف هقربها لـ 250 من ألف اللي هي ربع كيلو أقل حاجة أي حاجة أقصد أقل من 500 من ألف بس أكتر من 250 يعني بين الـ 2 أكتر من ربع وأقل من نص هقربها للنص أي حاجة أكتر من نص وأقل من الكيلو لربع هقربها للكيلو لربع اللي هي أكتر من 500 من ألف وأقل من 750 من ألف دي هقربها لـ 750 من ألف طب أي حاجة أكتر من 750 من ألف نقربها الواحد صحيح ونضفها على العدد الصحيح اللي موجود قبل العلامة عندي طيب نشوفها مع بعض كده تقريب نشوف نقوله مع بعض طيب نقوله مع بعض قبل ما نجيبه كده نحكيه مع بعض 8.22 هتبقى إيه هتبقى 8.250 يعني 8.4 كيلو شطرين طيب 1.17 من 100 هتبقى إيه هتبقى 1.250 جرام طيب 28 من 100 28 دي أكتر من المتين وخمسين يعني نخليها نص كيلو نخليها 500 تمام عشان هي أكتر من 250 وأقل من ال500 يبقى دي هتبقى إيه 500 طب 2.34 طب أنا بقول 34 وبقول 250 ما لو حطينا صفر هنا مش هيأثر ولو شلته مش هيأثر يعني 34 من 100 هي 340 من ألف تمام 28 من 100 هي 280 من ألف 17 17 هي 170 السفر دوت إن أنا شلته مش هيأثر على النتيجة يعني مش بيغير الرقم خالص يبقى هنا 2.34 أو 340 ده أكتر من 250 وأقل من 500 يبقى 2.5 هنا 10 و 560 560 كده ده احنا دخلنا بقى في كيلو لربع يبقى يبقى كده أقل من الكيلو لربع بس أكتر من نص كيلو يبقى كده بقت إيه 10 و إيه و 750 طيب 2.730 من ألف يعني 2.750 من ألف نشوف كده كانت بينها إزاي تمام يبقى 8 كيلو و ربع وهنا كيلو و ربع وهنا نص كيلو وهنا 2 كيلو دي فيها غلطة دي 2.750 مش 2 كيلو لا لا يا جماعة دي 2.500 صح مفيهاش غلطة 2.500 صح 10 كيلو 750 و 2.750 ده التقريب تمام طيب نجيب بعد كده 8 الواحدة 8 الواحدة بجيبه منين بجيبه من المسألة مش بعمله 8 الواحدة من المسألة مديني السبداك بجنيه و ربع والغيرة ب35 جنيه والصنفرة ب180 والسلر ب70 والورنيش ب35 جنيه والترابنتين ب17 جنيه هعمل ايه بعد كده هضرب التقريب في 8 الواحدة ضرب هنا تقريب في 8 الواحدة يعني 8 كيلو و ربع في ايه في الكيلو بجنيه و نص 8 كيلو و ربع في جنيه و نص طلع لي ب12 جنيه 370 قرش وهكذا الجنيه و ربع في 35 جنيه والخمسمائة جرام اللي هو النص كيلو في 180 جنيه و 2 كيلو و نص في 7 جنيه والعشر كيلو 11 كيلو ل ربع يعني 10 كيلو 750 جرام في 35 جنيه و 3 كيلو ل ربع اللي هو 2 كيلو 750 جرام في 17 جنيه هنجمع كل دولة هيطلع لي ب568 جنيه و 62 قرش ده كده جملة الخمات اللي هي ايه جمعنا كل الخمات بتاعتي جاي هنجيب سبداج بكام انا هجيب 10 جنيه سبداج وب20 جنيه غيرة وب30 جنيه صنفرة وب15 جنيه سيلر وب12 جنيه ورنيش و مش عارفة ب5 جنيه ترابنتين مثلا يعني فانا ايه كل الاركم دي هجمعها واشوف انا كده هتكلف كام فلوس على كل الخمات دي يبقى كده هيجي البيع وهو بيبيع لي و الداني دا و دا و دا وكل الحاجات يقول لي انا طالب منك عايز منك 586 جنيه و 62 قرش دي قومة الخمات بنجيب ايه بعد كده الاجور او الاعمال الاخرى بنجيب الاجور طيب نيجي للاجور هنا الاجور فيها عدد الايام واجر العامل اليومي اجر العامل اليومي هو مدهولي في المسألة طيب عدد الايام بنقسم المساحة على معدل انتاج العامل المساحة عندي اللي هي 47 على معدل انتاج العامل لكل خطوة من الخطوات هنشوف معجون الغيرة بكم معدل انتاج العامل فيه يبقى ايه 47 على معدل انتاج العامل للغيرة طلعت بواحد و كسر الكسر دا كان اقل من الخمسة من عشرة كان حوالي اربعة وحاجة او تلاتة وحاجة فايه يوم واقل من الخمسة من عشرة خلناه يوم ونص بنزود اقل احنا زي ما قلنا عدد الايام لها بندين بند نص يوم او يوم كامل نص يوم اللي هو اقل من الخمسة من عشرة يوم كامل اللي هو اكتر من الخمسة من عشرة نخليه يوم صحيح يبقى كده معجون الغيرة طلقيت بقي يوم ونص الصنفرة بقت يوم لان هي كانت اقل من الواحد الصحيح كانت تقريبا 800 وحاجة 900 وحاجة زودناها خلناها واحد صحيح برضو بطنت السيلر والصنفرة برضو نفس الكلام يوم صحيح نيجي هنا دي الورنيش بقي يوم ونص ويوم ونص مجموعهم كلهم سبع ايام ونص في 320 جنيه اللي هو اجر العامل اليومي بقي سبعة ايام ونص في 320 جنيه بقت 2400 جنيه دي الاجور ماشي بعد ما جبنا اول حاجتين مهمين في المسألة اللي هما الخمات والاجور تكاليف الخمات قد ايه وتكاليف الاجور قد ايه هشوف مديني اعمال اخرى ولا مش مديني ما فيش اعمال اخرى مطلوبة هنجيب بعد كده الاربع خطوات اللي هما السهلين اللي احنا قلنا عليهم وحاكناهم دولا سهلين جدا ما فهمش حاجة اول خطوة فيهم بنجمع كل الحاجات اللي عندي جملة الخمات والاجور والاعمال الاخرى بعد كده بنجيب الارباح الارباح عندي اللي هي جملة الخمات والاجور والاعمال الاخرى بنضربها في 20 على 100 طلعت ب 597 جنيه و32 ارش بجمعهم مع بعض يعني بعد ما جبت منها جملة الخامات والاجر والاعمال الاخرى بعد ما جبت منها 20% الارباح او الضميمة بروح مجمعها تاني عليها يعني بعد ما جبت منها روح مجمعها تاني عليها فطلعت لي في الاخر ب3583 جنيه و94 ارش طيب هنكتب التقريب بتاعها انا مش عارف انا كتبابة اولا لا نقوله احنا مع بعض كده 3500 83 جنيه و94 ارش يعني كام 3500 3500 84 جنيه 3500 84 جنيه يبقى انا كده اتكلفت في المؤيسة دي 3500 84 جنيه احنا بنقرب لارب ارش ما تقولش لارب جنيه ما تقولش 3485 بقى 3585 بقى 3584 عشان هتيجي في المسألة و هتبقى انت ايه حللها غلط هنقرب لأقرب جنيه مش هنزود زيادة من عندنا 3584 جنيه تقريبا لازم نكتب كلمة تقريبا في المساحة بنيدي تقريبا وفي التكاليف بنيدي تقريبا تمام كده يبقى احنا كده تعلمنا نعمل المؤيسة ازاي المؤيسات دي على الفكرة انتو خدتوها السنة اللي فاتت فالمفروض ان انتو ايه فاكرين احنا مش عايزين ننسى لسنة اولى ولا اللي خدناه في الترمي اللي فات مفروض ما ننساش الكلام ده خالص كل اللي خدتوه في اولى هتفضلوا فاكرينه كل اللي بتاخدوه في تاني هتفضلوا فاكرينه هتطلعوا بيه تالتة احنا في تالتة بنمتحن على التلات سنين ما بنمتحنش سنة بسنة ونرميها وننسيها وخلاص لا بنمتحن على التلات سنين اللي خدتوه في اولى كله واللي خدتوه في تانية كله واللي هتاخدوه في تالتة كل ده بنمتحن فيه في اخر السنة بيجيلك من التلات سنين طيب احنا السنة اللي فاتت اخدنا الهوى الجدول دوت السنة دي خدناه بتعمق اكتر بدأنا عدد الخامات زاد شوية بيقيت أكتر عدد الخامات شوية اتعلمنا إحنا إزاي بنحسب المساحة وبنحسب التكاليف بتاعتها طب كده خلاص إحنا خلصنا المؤيسات خدنا المؤيساتين اللي في الوحدة دي هناخد إيه بقى دلوقتي هناخد الجزء النظري الجزء النظري في الوحدة دي بيتكلم عن إيه هي الوحدة أساسا بتتكلم عن إيه بتتكلم عن الدهانات الشفافة للأخشاب دهان الأخشاب بالدهانات الشفافة تمام طيب أول حاجة عشان هشتغل في الدهانات محتاج الأول أعرف إيه هي قواعد الأمن والسلامة المهنية أنا عندي قواعد الأمن والسلامة المهنية كتير في الوحدة ديت أو في الشغل عمتا أنا هشوف أنا بتعامل مع المعدات واللخامات بتاعتي إزاي أنا بخزنها إزاي أنا بلبس إيه عشان أحمي نفسي من الحاجة ديت أنا بدي تحذيرات وتعليمات إزاي بحط لافتات بحط إعلانات كزا حاجة دي قواعد الأمن والسلامة المهنية طيب هناخد إيه تاني في الوحدة هناخد أنا هدهن على أخشاب يبقى لازم أعرف إيه هي الأخشاب بجيبها منيل مميزاتها إيه عيوبها إيه عيوب كل نوع من أنواع الخشب ومميزات كل نوع من أنواع الخشب وإيه هي أنواع الخشب اللي عندي بجهزها إزاي بجهز الخشب ده إزاي ببتدي أجهز لوح الخشب أو المندضة أنا عندي ترابيزة خشب عايز أدهنها بديهن شفاف طيب الترابيزة دي مليانة سقوب وتجويف ومسام كتيرة يبقى أول حاجة لازم أسد المسام ديت أساوي الترابيزة الأول الترابيزة مجعدة مش متساوية هساويها بإيه؟ الصنفرة طيب الترابيزة مليانة عقد هنعمل معالجة للعقد طيب مليانة مسامير طالعة هنعمل سنبكة رؤوس المسامير تمام؟ فيه لسه حاجات تجويف دخل الجوة دي صعب بقى أن أنا إيه؟ أعملها أو أسويها بالصنفرة أو فيه مسام فيها أعملها بالمعجون أسد المسام بالمعجون طيب بعد ما ديت معجون بصنفر طيب بعد ما صنفرت خطوات الدهان هنشوف خطوات الدهان إيه؟ والدهان دهانات عندنا كتير يبقى هناخد برضو إيه؟ أنواع الدهانات يبقى هناخد أنواع الأخشاب هناخد أنواع الدهانات هناخد طريق التحضير السطح الخشبي نفسه عشان أدهنه هناخد إيه هي الأدوات اللي أنا بستخدمها أنا بستخدم أدوات إيه؟ بستخدم مفك بستخدم شاكوش بستخدم أزميل بستخدم فورة بستخدم جهاز رش سواء جهاز رش ضغط هوائي بستخدم مجبس الهواء كهربي يدوي الكمبريسور مسدس الرش أدوات كتيرة وأجهزة ومعدات كتيرة الخامات اللي بشتغل بيها بشتغل بزيد بكحول بتربنتين بالبويات بتاعتي بالورنيش بالسنستيك كل أنواع الدهانات اللي أنا بشتغل بيها يبقى احنا في الوحدة دي هنتكلم عن إيه هي المعدات اللي بستخدمها إيه هي الخامات اللي بستخدمها أنواع الخشب طرق الطريقة نفسها اللي احنا بنشتغل بيها على السطح الخشبي وأهم من كل ده كله قواعد الأمن والسلامة المهنية عشان نحافظ على سلامة العامل اللي بيشتغل الدهانات دي طيب نشوف مع بعض كده إيه هي قواعد الأمن والسلامة المهنية عندنا وسائل الحماية من مخاطر الغازات والأبخرة السماء من الدهانات وفقاً لقواعد الأمن الصناعي هي الدهانات دي سماء آه فيها مواد كموية فيها أبخرة فيها بودر بيطلع كده منها بستخدم سبداك بستخدم جير بستخدم دهانات بستخدم تربنتين بستخدم كحول فيها مواد كموية ومواد طيارة كتير تمام أول حاجة الملابس الضرورية الحاجات دي برضو درسناها السنة اللي فاتت بنلبس على العين نظارة وقية للعين وقفزات في الإيدين والكمامات على الأنف والفم ليه العين؟ بلبس نظارة لحماية العين من أي شظايا أي أبخرة أي مواد سماء القفزات بلبسها برضو عشان لو في حاجة بتأثر على الجلد في الخامات اللي أنا بستخدمها يبقى أحافظ على الجلد وأحافظ على أدية بالقفزات فيه الكمامات عشان أحافظ على الجهاز التنفسي بأن أنا ما استنشقش أو أشم سواء بالفم أو بالأنف ما استنشقش أو أشم أي غازات أو أبخرة من الحاجات السمة دي اللي ممكن تأثر على الجهاز التنفسي طيب إيه تاني ممكن أستخدمه فيه حاجات تانية درسناها السنة اللي فاتت جايز مش مكتوبة هنا اللي هي زي مثلا الحزاء الواقي زي المريالة الواقية زي الخوزة اللي نلبسها على الراس حاجات تانية كتيرة للأمن والسلامة المهنية طيب فيه إيه تاني من أدوات السلامة المهنية طفويات الحريق طفويات الحريق لازم في أي مكان في الشغل في الورش في المصانع لازم يكون فيه طفويات حريق متعلقة ومتوفرة في المكان متوفرة بعدد كبير ليه طيب عشان أي حريق هيحصل في أي وقت يبقى فيه طفويات حريق قريبة ويكون العمال مدربين على طريقة طريقة الاستعمال طفويات الحريق عشان يعرفوا يستخدموها في أي ظرف وظروف مش هنستنى المسؤول هو اللي ييجي يستخدمها لو فيه أي حريق حصل أو أي محتاجين لطفويات الحريق لازم العمال يكونوا مدربين على استخدامها إن أنا أنتظر العامل المسؤول لو إحنا هنقول فيه واحد مسؤول عن طفويات الحريق مش هنلحق يبقى لازم يكون فيه تدريب على استخدام طفويات الحريق طب فيه إيه تاني فيه إسعافات أولية إسعافات الأولية لازم بيكون فيه له بيبقى صندوق كده أو زي دولاب صغير محطوط فيه شنطة إسعافات أولية بحيث أي عامل حصل له أي حاجة جرح أو حرق أو أي حاجة حصلت له يبقى فيه إسعافات أولية ونبقى برضه فيه تدريب عليها مدربين واخدين دورات تدريبية على الإسعافات الأولية باستخدم إيه فيه مثلا قطن مرهم ميكروكروم لازقات طبية استنشاق حاجات معينة لو حصل أي اختناق أو حاجة بتبقى لازم إسعافات أولية لحين استدعاء طبيب أو نقله لمستشفى قريبة فإسعافات أولية دي ما بتبقاش هي الحماية النهائية أو المعالجة النهائية للعامل طب إيه تاني فيه عندي الأدوات والعدد اليدوية أنواع الأدوات والعدد اليدوية واليدوية عندنا فيه حاجتين فيه عدد يدوية وعدد وأدوات كهربية الهند تولز والباور تولز دي اليدوية والكهربية كل حاجة فيهم ليها استخدام وكل حاجة فيهم ليها مخاطر لازم نبقى مدربين على استخدام الحاجة ازاي وبنشوف بنستعملها ازاي زي إيه العدد عندي زي ما احنا شايفين كده احنا مثلا فيه هنا المنشار فيه هنا كزا نوع من أنواع المنشار فيه مفكات فيه مبارد فيه شاكوش المتر الميزان دي نظارة واقية ده جوانتي الشاكوش لازم الشاكوش يكون يعني يكون مؤمن كويس ما تكونش الإيد مش سابتة يكون متسبت كويس الزرادية أو البنسة مفتاح الخمات كتيرة عندي هنا او الأدوات سوري الأدوات كتيرة هنا فدي ايه الأدوات اللي احنا بنستخدامها طب ايه المخاطر اللي انا ممكن اتعرض لها او العامل ممكن يتعرض لها في استخدام العدد اليدوية نقراها مع بعض زي الشزايا والأجسام الصلبة المتطيرة أثناء العمل طب الشزايا والأجسام الصلبة انا مستخدم او بتعامل معه بصنفر السطح اللي انا هدهنه فوانا بصنفر السطح بيطلع منه اتربة بيطلع منه ابخرة مثلا اي حاجة بتطلع من السطح شزايا طلعت وانا بساوي سطح الخشب او ان كان حقت جداري وبساويه بشيل فيه حاجة كتلة كده لزقة فيه اسمنت فانا بشيلها جامد قوي فتطايرت منها شزايا دخلت في العين دخلت في الوش جراحت الجلد مثلا على اليد اي ان كان فانا لازم اأمن نفسي من الشزايا من اي حاجة ممكن تتطاير دي تعتبر حاجة من المخاطر طب ايه تاني من المخاطر الغازات والابخرة انا بستخدم مواد كيموية احنا كقسم الزخرفة بنستخدم مواد كيموية في الدهانات احنا بنستخدم تربنتين بنستخدم كحول بنستخدم الجمالكة بنستخدم صودر كوية هيدروكسيد السوديوم كولوريد السوديوم بنستخدم مواد كيموية كتير كابريتات السوديوم اللي هي كابريتات السوديوم اللي هي مية النور فإحنا بنستخدم مواد كيموية كتير المواد الكيموية دي زي كولوريد السوديوم أو هيدروكسيد السوديوم دي بتأثر على الجلد دي بتطلع أبخيرة اللي يستنشقها هتأثر على جهاز التنفسي يبقى احنا فيه عندنا برضو من المخاطر اللي ممكن نتعرض لها الأبخيرة والغازات المتطيرة طيب إيه تاني عدم استخدام مهمات السلامة للوقاية الشخصية أثناء العمل أنا أثناء العمل ما لبستش النضارة ما لبستش الكمامة ما لبستش الخوزة وأنا بشتغل وكده وقعت حاجة على الراس العامل طب هو لو لابس الخوزة مش هتأثر أو هيبقى التأثير أخف لكن لو مش لابس الخوزة هتنزل على الراس على طول دي فيها مخاطر طب أنا مثلا لو بستخدم بنفكه بالشكوش بشيل حاجات فممكن إيدي الشكوش نفسها مش متسبتة كويس تطير هتيجي على الرجل طب أنا لو لابس الحزاء الواقي بيبقى إيه نسبة المخاطر أقل أو ممكن تكون معدومة لو أنا أمن نفسي كويس بوسائل الأمن والسلامة المهنية طيب إيه تاني من وسائل الأمن والسلامة المهنية إن أنا أحافظ على العيدة بتاعتي تكون سليمة زي ما قلنا الشكوش ده لو إيده مش متسبتة كويس ممكن الإيد دي تطير لو إيد الشكوش أو المفكة أو الأدوات اللي أنا بستخدمها فيها عليها طبقة دهنية دي ممكن تتزحلق مني هاجي أدق بالشكوش مرة أجي أرفع المرة التانية تروح متزحلقة طايرة مني همسك بالمفكة وأعمل مرة بس عشان ما همزحلقة هيروح المفكة فالت مني فيها مادة دهنية يدخل في الإيد يدخل في الجسم يأثر على الجسم ويسبب في مخاطر يبقى لازم أكون محافظة على نظافة العيدة محافظة على سلامة العيدة تكون العيدة متأمنة كويس محافظة على طريق التخزين العيدة أنا مش هخزينها بعد ما خلصت شغل لا أساسا وأنا بشتغل أنا بشتغل وممكن بعد ما خلصت مثلا بيحطها وراء الودن يحطها في الجيب مثلا طيب ما هالطريقة دي ممكن يحط المفكة يحط زرادية يحط منشر صغير طيب ما الحاجات دي ممكن تتسبب في مخاطر ممكن تأثر على العامل تأذي العامل طيب يبقى احنا طريقة الاستخدام التأمين كل دي من وسائل الأمن والسلامة المهنية طيب هنشوف تاني هنا جهل كيفية استخدام العيدة اليدوية مما يؤدي إلى حدوث إصابات وحوادث أنا جاهل باستخدام العيدة اليدوية دي أنا مش عارف استخدامها زي أنا مش عارف أنا المفكة ده بتاع إيه والشاكوش ده بتاع إيه والمنشار ده إيه فباستخدم حاجة مش في مكانها أنا عندي جهل باستخدام العيدة اليدوية فلازم يكون فيه تدريب على استخدام العيدة اليدوية طيب ايه تعليمات اللي أنا هناخدها مثلا تعليمات وإرشادات عشان السلامة للحد من مخاطر العيدة اليدوية احنا عرفنا المخاطر طيب ايه الإرشادات بقى أول حاجة عدم استعمال أو لا تستعمل عيدة غير ملائمة للعمل زي ما احنا حكينا من شوية قلنا أنا مثلا بالمفك وهشيل مسامير بالشاكوش وهخلع الخشب أو الحاجة لا يبقى أنا لازم كل حاجة في مكانها لا تستعمل عيدة غير ملائمة للعمل أو عيدة بديلة بشكل مؤقت من المفترض أنها صمومة لعمل آخر طيب نمرة اتنين تأكد أن العيدة المستخدمة زيت الحجم المناسب الصحيح لأداء العمل بأمان المعدة دي باستخدمها بالحجم بتاعها أنا هستخدم الشاكوش هدق بمصمار طب على حسب حجم المصمار دوت أو حجم الحاجة اللي هدقها استخدم لها شاكوش حجمه كبير ولا صغير ثالث حاجة يجب عدم استخدام أي عدد أو معدات تالفة أو غير سليمة زي ما قلنا لو الشاكوش مثلا مش متسبت كويس المفك مهزوز كويس مش كويس أي حاجة المنشار دوت السلح بتاعه مش مسنون كويس فإيه ما استخدمش عدد تالفة أو غير سليمة يجب فحص العدد اليدوية قبل استخدامها والتأكد أنها سليمة قبل ما اشتغل أتأكد أن هي سليمة على أساس كده هبتدي إيه أشتغل فكده أنا بأمن نفسي كويس نمرة خمسة احفظ سطوح ومقابد العدد نظيفة من الزيت لمنع نزلقها أثناء العمل يبقى لازم تكون نظيفة عشان أمنع ما تنزلقش وتفلت من إيدي وأنا بشتغل تبتدي مثلا أنا جنبي عامل تاني بيشتغل وأنا بشتغل بالشاكوش برفع إيدي الشاكوش لو هو مخلوع من مكانه هيتطير على العامل اللي جنبي طب أنا بشتغل بحاجة عليها زيوت وعليها مواد دهنية فأنا بشتغل فلتت من إيدي وقت على الجنبي جات فيها أنا برضو هتتسبب في إيه في أزلية أو لغيري لا تحفظ العدد والأدوات في جيبك ويفضل وضعها في حقيبة خاصة مع تغطية أطرافها يبقى لازم الأطراف تبقى متغطية مع تغطية أطراف العدد زيت الأطراف الحد حتى لا تتسبب في حدوث جروح بعض الأخطاء الشائعة في استعمال العدد اليدوية والتي تتسبب في وقوع إصابات زي إيه استعمال عدد وأدوات غير مناسبة للعمل زي إيه بستخدم عدد وأدوات غير مناسبة للعمل استعمال السكينة كأنها مفك يبقى أنا بس بفك المسامير بسكينة استعمال الأجنة في فك الصوامير ماينفعش استعمال المبارد كرفعة برفع بيها حاجات ماينفعش في إيه تاني نمرة اتنين استعمال عدد يدوية تالفة زي استعمال شاكوش براس غير سبتة واستعمال منشار في قطع والسلاح غير مسنون وسلاح المنشار غير مسنون استعمال غير صحيح للعدد والأدوات زي إيه قطع مسامير وأسلاك معدنية بمنشار خشب منشار الخشابي دوت ما بقطعش بيه مسامير وأسلاك معدنية ليها منشار حدادي أو المقص الحدادي برضو ممكن أقص أو أقطع بيه المسامير أو الأسلاك المعدنية جذب سلاح العدد في اتجاه جسم العامل أنا لما باجي أخد الحاجة باخدها من إيدها مش من السلاح بتاعها فلو هاخد مثلا مفكة أو هاخد صنبق أو بتاع ده مبرد هاخده إزاي ماخدوش من ناحية السلاح يبقى ما شدوش كده من ناحية السلاح علي لأ بمسك من الإيد ولما أدي زميلي الحاجة ما اديهلوش من ناحية السلاح لأ بديهلو من ناحية الإيد عشان ممكن تفلت مني السلاح يروح جاي في العامل التاني يأذيه أو أنا لاخدت فلما باجي أشد الحاجة ما شدهاش يبقى السلاح من ناحيتي برضو ممكن أأذي نفسي يبقى طريقة الجذب أو إعطاء المعدة للزميل أو لنفسي هبتدي أخلي السلاح في الاتجاه التاني عشان ما تجيش فيه وتأذيني طيب نمرة أربعة عدم وضع العدد والأدوات في أماكن مأمونة أنا ما بحطهمش في أماكن مأمونة زي إلقاء العدد على الأرض يعني دي تعتبر عيوب إحنا مش بنقول تعليمات دي عيوب من ضمن العيوب إن إحنا ما بنحطش العدد والأدوات في أماكن مأمونة زي إن أنا بسيب إلقاء العدد على الأرض أنا بشتغل وبرح رميها على الأرض ما بشلهاش في الشنطة بتاعتها وضع العدد زيت السلاح الحاد بجيوب الملابس اللي هو زي ما يقولك بيحط المفكة أو بيحط الزرادية أو المنشور بيحطهم في جيبه وضع العدد السقيلة على الأرفف المفروض العدد السقيلة بتكون تحت في الأرض ما تكونش على الأرفف طب إيه اللي بيتحطنا على الأرفف المعدات الخفيفة ليه؟ عشان ما تبقاش المعدات دي تقيلة على الأرفف أجي أسحب حاجة تروح المعدات وقع علي أو تكون تقيلة على الرف فتقع بالرف نفسه يعني أنا ممكن أقول لا لا ما نحطت رف كويس ومتين وجامد ومش هتقع من عليه ده رف حديد طب تمام الرف حديد وكويس وكل حاجة بس المعدة تقيلة فهتيجي مثلا أنت بتاخد حاجة من جنبها والمعدة دي تقيلة تروح وقع عليك دي ممكن تتسبب فأزة لكن أنا بحفظ المعدات بتاعتي في الشنطة اللي هي المعدات الخفيفة في الشنطة وحطها على الرف دي معدات خفيفة لو معدة تقيلة بنحطها على الأرض بطريقة مؤمنة مؤمنة للمعدة ومؤمنة للعامل مؤمنة للمعدة من ناحية إيه؟ لو المعدة بتتأثر بالرطوبة أو تتأثر بمية أو المكان ده فيه مية دايما في الأرض وكده لأ دازم أرفعها بعيد عن المية سواء في المعدات أو في الخمات المكان ده فيه رطوبة بيتعرض لشمس الشمس دي غلط المعدات تتعرض لها بتتسبب في صدى بتتسبب في تآكل أي حاجة يبقى إحنا إيه؟ نأمن المكان بالنسبة للمعدة وبالنسبة للعامل تمام؟ طيب بعد كده حالات المواد الكيميائية الخطرة أنا عندي كذا حالة ثلاث حالات للمواد الكيميائية الخطرة أنا عندي مواد كيميائية سائلة مواد كيميائية صلبة ومواد كيميائية غزية فإيه الحالات بتاعتها؟ اللي هي الحالة السائلة زي إيه؟ الحالة السائلة حالة السائلة زي محليل عضوية أو أحماض أو الدهانات أو المنظفات السائلة أو المزيبات دي بتدخل عن طريق انتصاص الجلد أو البلع أو الحق دي بتتسبب في إيه؟ في أزى أو في حاجات خطرة للعامل يبقى أنا عندي مواد كيميائية سائلة دي حالة من الحالات طيب الحالة الثانية مواد كيميائية صلبة زي إيه المواد الكيميائية الصلبة؟ اللي هي الغبار بتاع المواد الكيميائية أغبرة المواد الكيميائية كما صحيق العمليات الصناعية زي أبيض الرصاص والأسمنت دي بتدخل عن طريق الأنف أو الفم طيب الأغبرة بتاع المواد الكيميائية اللي هي زي أبيض الرصاص أو الأسمنت دي بتيجي إزاي؟ يعني أنا مثلا بشتغل على حق الجداري مثلا طيب أنا هشتغل هستخدم السبداج أو أبيض الرصاص أو الأسمنت أو الحاجات دي كلها وأنا بشتغل بيها بحط الأسمنت فطبعا بيروح مطلع غبار طيب أنا مثلا هصنفر الحيطة وأنا بصنفرها بتطلع غبار طيب أنا هصنفر الخشب دوت بصنفره أو بعمله بالفرر كهربائية هيطلع لي برضو غبار علي طيب الغبار دوت هل هو غبار سام؟ هو ما فيش غبار هيبقى صحي أساسا أي غبار هيبقى ضار بس مدى الضرر بتاعه إيه؟ يعني لو الغبار ده غبار الخشب غير ما يكون غبار مادة كيميائية غير ما يكون الجير مثلا الجير ده مادة حارقة غير لما يكون الأسمنت تمام؟ فكده نوع الغبار برضو بيختلف لكن برضو في الآخر كل الأغبارة أو الغبار اللي عندي كله بيبقى مضر للصحة طب أحمي نفسي إزاي؟ أعمل إيه؟ بلبس المسك سواء المسك دوت اللي هو المسك القماشي اللي احنا بنستعمله العادي دوت أو مسك بلاستيكي بيبقى زي الخامة بلاستيك كده شفافة وصحية بيتلبس على الوجه وبيكون برضو ليه نسبة في التنفس شوية عشان برضو العامل ما يختنقش طيب إيه تاني؟ في مواد كيميائية غازية دي الحالة الثالثة مواد الكيميائية الغازية زي الأبخرة والغازات والأدخنة الناتجة عن طريق العمليات الصناعية اللي هي اللي منها الدهانات وبتدخل عن طريق الأنف الغازية عمتا كلها بتدخل المواد الكيميائية الغازية بتدخل عن طريق الأنف طيب في منها مخاطر اشتعال اللي هي الحمرة دي مخاطر اشتعال دي بتكون غير قابلة للإحتراق درجة اشتعالها فوق الـ 94 درجة مئوية درجة الاشتعال أعلى من 38 درجة مئوية وما بتصلش للـ 94 درجة مئوية في منها مخاطر صحية في منها مخاطر نشاط كيميائي في مخاطر إضافية مميزة دي ايه اللي هي مخاطر المواد الكيميائية الغازية طرق الوقاية منها ان احنا ممكن بنعمل كشف بيحتوي على جميع المواد الكيميائية المستخدمة في موقع العمل او بعمل منصقات تحذيرية بتثبت على الحويات دي نفسها او بعمل تدريب للعمال على كيفية استعمال المواد الخطرة او توفير نشرات الخاصة بالتعليمات والارشادات السلامة لهذه المواد الكيميائية الخطرة يبقى احنا كده في الوحدة بتاعتنا اخدنا المؤيستين في الوحدة دي اخدنا طرق الامن والسلامة المهنية باقي بقى ان شاء الله باذن الله الحلقات القادمة هناخد ايه هي الخمات وايه هي المعدات والعمليات اللي هي طرق تجهيز السطح وانواع الاخشاب وانواع الخمات بتاعتنا ونستخرجها منين اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته